في إطار جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة شارك وزير التنمية المحلية محمود شعروي في المائدة الوزارية المستديرة بالنسخة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا وخلال مشاركتها أكد محمود شعروي حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعكسه جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية للعمل من أجل تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة وإعادة تأهيل المناطق التراثية وتطوير منظومة النقل والنقل العام والاستثمارات العملاقة في البنية التحتية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030 المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة